وفي إطار زيارته لواحة سيوى التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من كبار المشايخ والعواقل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمطروح وعرب رئيس الوزراء عن سعادته بهذه الزيارة المهمة ناقلا إليهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وضف مدبولي أن الرئيس السيسي يولي أهمية قصوى لتطوير الواحة وتحقيق مطالب أهلها مؤكدا أن الحكومة بدأت في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتطوير الواحة وأحل مشكلة مياه الصرف الزراعي كما أشار مدبولي إلى تكليفه بدهان جميع واجهات المباني لتكون على نص قن واحد على غرار المباني القديمة بما يتصق مع هوية الواحة